موسيقى أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الحكي بالسياسي وصلت الصواريخ الإسرائيلية إلى قلب العاصمة بيروت متجاوزة كل الخطوط الحمراء والصفراء على وقع الاستمرار بالقصف العشوائي في المناطق الأخرى وآخرها استهداف قوات اليونيفل في الجنوب كل ذلك على مرأة ومسمع العالمي دون الحديث الجدي عن بوادر اتفاق لوقف إطلاق النار أو الدخول في محادثات ديبلوماسية تحرك الحل السياسي كل هذه المواضيع سنناقشها في حلقة اليوم مع رئيس نادي الصحافة الإعلامي بسام أبو زيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح النور لألك والمستمعين والمشاهدين شكرا لألك أستاذ بسام بداية أين لبنان اليوم من كل هذه المتغيرات هل انتقلنا من مرحلة سابقة إلى مرحلة جديدة ولا إمكانية للعودة إلى المرحلة السابقة التي كنا نعرفها طيلة الفترة السابقة أم بعد فيه احتمال أن نرجع إلى القواعد السابقة أول شيء نريد أن لبنان اليوم بعين العاصفة لبنان اليوم يتعرض لكارثة يتعرض لمأساة ناجمة عن هذه الحرب ويفترض بموجب العقل والمنطق والحسابات أن لبنان أن يخرج من هذه الحرب وأن يذهب إلى مرحلة جديدة وإلى مرحلة أخرى هي مرحلة هدوء واستقرار وازدهار وبناء دولة وبناء جمهورية هذا اللي بقوله المنطق والعقل ولكن أنا إذا بدي روح على الممارسات وإذا بدي روح على المواقف التي تعلن والمواقف التي تعلن من قبل الفرقاء يلي هن مقررين بشوف أنه لأ بشوف أنه نحن طموح هذه هؤلاء بعد هو وزاته أنه نتوصل لواقفة لقنار توقف الحرب نرجع إلى ما كنا عليه قبل 28 الأول 2023 يعني بنرجع ما في دولة ما في قرار عند الدولة ما في جمهورية استعداد لحرب جديدة حرب جديدة تعود في تندلع بعد سنوات ونكرر مقساة الشهداء والجرحة والنازحين والدمار هون مسؤولية اللبنانيين الآخرين مسؤولية كتير كبيرة إذا هن مش قدرين يواجهوا الخيار يقولون نحن مش قدرين نواجه هذا الخيار إذا قدرين يواجهوا هذا الخيار يفترض أنه يحطوا النقاط على الحروف يفترض أنه يقولوا كيف هذه المواجهة لازم تصير كيف هذا الاعتراض لازم يصير اليوم ما بقى فينا نقوم عن كل شغلة أنه هلأ مش وقت يعني كنا بالقبل كل حدا بدي يفتح أي موضوع يقول لك هلأ مش وقت تطول بالك هلأ منعمل حرب هلأ منعمل فتنة هلأ منعمل هلأ بيخرب البلد طيب ما خرب البلد وما بقى في شي بالبلد لا بالاقتصاد ولا بالاجتماع ولا بالمعيشة ولا بالمصارف ولا 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 ودمر البلد دمر فعليا مش أنه دمر بالمعنى المجازي دمر فعليا شو بعد شو بعد بدنا نعمل بس هيك عم تدهي عم تدعي لمواجهة يعني مش عم تدهي لمواجهة أنا ما عم بيدعي على حرب بالداخلية أنا عم بيدعي لمواجهة سياسية لأنه ما بعرف في مواطن باللبنان بحب أنه تتكرر هذه التجربة اللي عم نعيش اليوم ما بعرف إذا في مواطن بحب تتكرر هذه التجربة في ناس اليوم الباعة الحاضنة لحزب الله بتقل لك فدى السيد فدى يعني ما بعتقد ما بعتقد ما بعتقد أنه حتى إذا في ناس عم بتقول أنه بحبوا يكرروا هايك تجارب ما بعتقد أنه هني أكترية بالعكس هني أقلية بعدين طب نحن عايشين بوطن واحد يعني مبارح كنت عم بسمع أحد النواب يعني بينتمي لكتلة التنية والتحرير عم بيقول أنه رئيس الجمهورية أنه رئيسة كل لبنان ولازم كلنا نتوافق ولازم يكون في شراكة أن الشراكة لازم تظهر بانتخاب رئيس الجمهورية طب الشراكة بتظهر بانتخاب رئيس الجمهورية ولا تظهر بمثلا قرار الحرب أنه لا أنه أنا وأنت يnine من اللبنانيين أو وغيرنا من القوى اللبنانية ليسRCOLD أنه رأي بمسألة الحرب أو بمسألة السلم أو بمسألة أو بكل هذه المسائل ينطرر عم نحكي عن شراكيات تكون هذه الشراكي كاملة. يا ما نشوف نلاقي صيغة ما بعرف شوية. ممكن كل واحد يأخذ القرار بردوية. طيب عم بتقول لي حضرتك انه لا عودة مبدئيا الى مكان لبنان بالسلم رغم النواية يعني. المنطق عم قول المنطق والعاقل بيقول انه مش لازم نرجع للوضع السابق. بالعكس لازم نحن نروح نقول لا خي نحنا لبنان دفع تمن كتير كبير. هيدا التمن ما بقى بدنا ندفعه. قلنا مدر من اي سنة من الستينات عم ندفع هذي الاثمان لازم نقول هيدا التمن بقى نحنا ما بدنا ندفعه نحنا بدنا نروح لحتى نبني بلد نبني دولة نعيش فيها كلنا سوا ونتشارك كلنا سوا بالقرار ويسود الهدوء والاستقرار هذا البلد ويسود ويسود الازدهار. يا اخي ما عم يبقى ناس بالابنان ما عم يبقى شباب بالابنان. كيف يعني الناس يعني يعني كيف يتعلموا ولا عم بيلاقوا وظايف ولا 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 عندهم مستقبل كلوه العالم عم بتفل تاني شو عم نعمل. شو هذا كيم بتوصف الحياة السياسية او المشهد السياسية هذا انه في فريق وضعك أمام أمر واقع يبتقبله أو بتسكت ما عم نعطي خيارات تانية ما في أو بتقبل هذا الواقع أو بتسكت وإذا بتحكي ما أنت ما بعرف رح نحكي عن يلي بيحكوا شو بيحكوا ما في حياة سياسية في لبنان هيدا تقصير من مين تقصير من القوى السياسية أخرى تقصير من القوى السياسية الأخرى القوى السياسية الأخرى كمان إذا اليوم بنا نحكي عن القوى السياسية المعارضة لحزب الله في لبنان ما هي بتعمل نكايات ببعضها ما هي بتبدي مصالحها على المصلحة العامة وعلى المصلحة الوطنية يعني إذا شو فريق قرر يعمل مؤتمر بيطلع فريق تاني من داخل المعارضة بيقول له لا أنت بكتعمل المؤتمر لا أنا لازم أعمل مؤتمر أنت عبتعمل مؤتمر لما صحتك الخاصة وإذاك بيقول له لا أنت بتقاطع لما صحتك الخاصة يعني بعضهم بيتلهوا بالصغائر بعضهم بيتلهوا بالأمور الصغيرة وتركين القبر الكبير أنه يلا بسيطة ماشي الحال منشوف كيف نرقع لا بابا يزبط الترقع بس ناقل العامل الداخل إذا ما نحكي عن العوامل الخارجية الحرب اليوم الإقليمية التوجهات الجديدة بالمنطقة إذا بدك النفس العالم اليوم تجاه لبنان خاصة هذه ليست مؤشرات أو شيء يدل على أن طريق التعاطي الجميع اليوم مع لبنان اختلفت عن السابق لك اليوم هناك فريقين مؤثرين في لبنان أو مؤثرين بالأحداث التي يمكن أن تحدث في لبنان هم دولة المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية هؤلاء الدولتين هم يؤثروا في ما يحدث في لبنان هم يؤثروا باستمرار الحرب أو بتوقف الحرب وهن يلي بيأثروا أو بيشوفوا كيف بدوا يكون مستقبل لبنان اليوم أنا ماني شايف في أي جهة فعلي من قبل هاتين الدولتين لوقف الحرب وما في أي جهة فعلي للتفكير بمستقبل لبنان أصلا مش شغلتهم يفكروا بمستقبل لبنان شغلت اللبنانيين يفكروا بمستقبل لبنان يعني إحنا مثلا عندنا اللجنة الخماسية عم بتلاحق موضوع انتخابات رئيسة الجمهورية نطلع نحنا من لبنان بيقول لك فشلت اللجنة الخماسية في تأمين انتخاب برئيسة الجمهورية خير مش لجنة الخماسية فشلت نحن نفشلنا لجنة الخماسية كتر خيرون فرنسا والمتحدة والسعودية ومصر وقطر كتر خيرون عم يشتغلوا القرار عند اللبنانيين هلا بتقلي انه كيف القرار عند اللبنانيين وانه ما فيه هاي التأثيرات الخارجية لا قرارك بأثر بهذه التأثيرات الخارجية يعني انت وقت مجموعة كبيرة من اللبنانيين بتاخد قرار معين وبتقول انه انا هايك بدي يصير بالبلد بيصير ينحساب الحساب من قبل هايتي الدول بصير يقولوا هاي فيه قوة هوني موجودة وهذه القوة فعلي قادر تحرك الرأي العام قادر يتأثر بالسياسة قادر يتعمل بدييه قادر تواجه ساعتها بيصير فيه اهتمام اكبر واكبر بس اليوم الولايات المتحدة الهم الوحيد اللي عندي انه كيف بده تحافظ على رعاياها باللبنان او كيف بده تخرجهم من لبنان وكيف بده تأمن الامن لاسرائيل وايران من ناحية تانية هم اليوم كيفية الحفاظ على حزب الله وقوة حزب الله وبالتالي المسألة عالقة عند هاتين الدولتين طيب التوازنات السياسية الداخلية اختلفت مع هذه الحرب خاصة من بعض اللي تكبدوا حزب الله انا ما بعتقد ان اختلفت التوازنات السياسية الداخلية مع هذه الحرب يعني انت بيصير في عندك اختلاف بالتوازن وقت اللي بتصير انت عبتشارك فعليا بالقرار او وقت انت بتصير جزء اساسي من هذا القرار اليوم لبنان عبيقول انا بدي وقف اطلاق النار كيف يعني بدك وقف اطلاق النار انا بسأل كيف كل العالم تحكي اليوم وقف اطلاق النار بس كيف بدنا وقف اطلاق النار شي مشروط شي بيقبل بيط بس انه دي فصل عن غزة نحن عم نجي بنقول اليوم انه الاسرائيلي ما بده وقف اطلاق النار هو بالفعل ما بده وقف اطلاق النار لانه مكمل بالحرب والاعتداءات وبالعجمات ومع بيخلي شي نحن اللبنانيين بس نقول بدنا وقف اطلاق النار على اي اساس عم نطالب وقف اطلاق النار يعني شو 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 الخطوة التانية بعد وقف اطلاق النار شو بدنا نقول للعالم شو بدنا نقول لللبنانيين لناس لناسنا لهودي الناس اللي نزحوا وللناس اتدمرت بيوتهم وللناس اللي سقطلهم شو هذا وللناس اللي رحلون جرحة هودي شو بدنا نقول لهم اليوم التالي بعد وقف اطلاق النار هلأ اليوم وقفنا اطلاق النار بعدين شو بنعمل؟ الشيخ نعيم آسم اعتبر كل شيء من بعد هيدا المطلب هو تفصيل قال من روح من نجمع من نجتمع كلنا على وقف اطلاق النار من بعدين شو بنعمل؟ قال تفاصيل بس شو التفاصيل يعني يعني منطبق السبتاش سفر واحد نحن والاسرائيلية بشكل مزبوط وبشكل متوازي بينتشر الجيش فعلا بالجنوب بصير فيه قرار تاني من مجلس الامن الدولة بصير عندها قرار الحرب والسلم او لأ من روح على استراتيجية دفاعية فيها الكلمة الفصل لحزب الله شو بنعمل؟ المسألة انه شو بنعمل؟ يعني وقفنا اطلاق النار طيب بعد وقف اطلاق النار شو بنعمل؟ اليوم اذا وقفت الحرب شو بيصير برأيك؟ كيف بتكون الموازين؟ مثل ما هي ما تغيرين ما تغيرين؟ مثل ما هي ما تغيرين؟ ما تغير فيها شيء؟ شو اليوم تقدر تفتح انت البرلمانات تدخي برأي جمهوري؟ شوفنا حلحلة شوية من بعد اختلي السيد مصد الله مش كتير مؤمن بهذه الحلحلة اللي انا علاقة بانتخاب لرئيس الجمهورية يعني وزير الخرجية يعني عرق جي ما أثر على لا لا ما رأتقد يعني انا بشوف انه الظروف قبل اندلاع الحرب لانتخاب رئيس الجمهورية كانت افضل من هلأ اليوم الظروف صارت اسوأ يعني اليوم صار عندك تعائدات اكبر واكبر بكتير لتنتخب رئيس الجمهورية اليوم الظروف صارت معقدة اكتر لانتخاب رئيس الجمهورية ولذلك لن يكون هناك انتخاب رئيس الجمهورية بس اذا فيه فريق بده خشبت خلاص مش ممكن يتجه الى انتخاب رئيس الجمهورية يعني العبق اليوم صار اكبر على الرئيس برل بموضوع المفاوضات الرئيس الجمهورية بيشيل عنه اليوم مش مسألة المفاوضات المسألة مش انه والله مين بيتولى التفاوض رئيس جمهورية والرئيس مجلس الضواب والرئيس الحكومة اليوم المسألة ماذا تريد من هذه المفاوضات هل فقط تريد وقف طلق نار وبس وبنرجع الى المرحلة الماضية او شو بدك ما شو من احنا بلبنان الاسرائيلي واضح الاسرائيلي واضح شو بده وعن بيقول انا مكمل الحرب انا بدي ابعد حزب الله عن الحدود وابدي ابعد خطر الصوريخ وابدي 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 حاطت الشروطه لواقف اطلاق النار انت كمان بدك تقول شو بدك شو بدك مش شو بدك بس مع الاسرائيلي احنا حقنا بلبنان انه الاسرائيلي يوقف خروقات وحقنا انه نستعيد ما تبقى من اراضي محتلة هدا حق لبناني وما حدا فيه فرد فيه واذا لبنان دولي عنده سيادي كمان ما بتقبل باي خروقات عم بتصير لا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو بس انا كمان كمواطن لبناني بدي اسأل انا شو بده يصير ببلدي بعد هذه الحرب انا بدي يروح على محل وكل اللبنانيين بدي يروح على محل افضل انا ما بدي تخلص الحرب وارجع للمونيكافات الداخلية وارجع لالقصص الداخلية ويرجع حضا يقالي فيه اقلية خلاني اخد العبرة شوى من المحاولة اللي كانت عم بتقوم فيها فرنسا وامريكا كان فيه وقف اطلاق النار مؤقت ويقال انه من ميلة حزب الله كان فيه موافقة على هذا الوقف اطلاق النار خلال فترة معينة خلال هذه الفترة بتم طرح كل الموضيع الباقي اللي هو 17-01 موضوع الجنوب موضوع كيفية الاستمرار بوقف اطلاق النار تيصير دائم هيدا ما بيجاوب على طرحك انه وقف اطلاق النار بنرجع من بعدها بنبحث بكامل التفاصيل الديبلوماسية ومنلاقيه لحل ديبلوماسي ما بدنا نروح بهذا الاتجاه فيك تعمل هدنة لمدة 21 يوم كنت قادر انك تعملها بس المسألة انه بعد هذه الهدنة شو بدك تعمل يعني انت شو الخيارات اللي بدك تاخدها ان كان في جنوب لبنان ومع اسرائيل او ان كان في الداخل مسألة لبنان والوضع يلي وصلنا له باللبنان مش بس ناجم عن مشكلة صارت بالجنوب كمان ناجم عن مشكلة داخلية يعني اليوم المشكلة الداخلية انه انت مش مشارك بالقرار انه في انه اليوم كلبنانيين ما عندن يعني 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 حزب الله عنده مشكلتين هلأ مشكلة مع اسرائيل ومشكلة مع الداخل هلأ وقتها مش هلأ وقتها انه طب انا بأسعرك سؤال طب عدم انتخاب رئيس للجمهورية كان قبل الحاربة طب هايدي مش مشكلة كانت حلت هالمشكلة يعني هلأ وقفنا اطلق النار فيك تنتخيب رئيس جمهورية ولا لا 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 ما فيك تنتخيب لا لأنه في أمر آخر اللي وعليقة بالداخل لبناني هيدا من حال بعض طب تحلو كيف تحلو شو بتقول كيف برأيك رايحة يعني موضوع من ضمن المتغيرات كيف بتلاقي كلام الرئيس بري وقتل بيقول عن القرار الوحيد هو 1701 أما القرار 1559 فصار ورانا وينذكر وما ينعاد الرئيس بري واضح بهذا مسألة سلاح حزب الله انه غير مطروحة بس ما كمان 1701 مبني على القرارين 1559 و1680 مبني على هذين القرارين يعني 1701 بيقول كمان بمنطقة عازلة جنوب الليطاني هون السؤال بعد برجع بسأل زيت السؤال نحن اللبنانيين شو بدنا يعني نحن شو بدنا نقول لندو دول العالم بدنا واقف طلق نار بس ولا شو بدنا نطبق 1701 هؤلاء مسؤولية عم يحكوا باسم لبنان يعني اليوم الرئيس بهات طروحات اليوم الرئيس نبي بري هو بمس الفريق وهو رئيس البرلمان وهو يقال انه هو اللي عم يتولى هو هو عمل التفاوضات طبعا بتصور انه في قوى سياسية بتخير في هذا الرأي هلا اكيد قوى سياسية مش موجودة بالحكومة بتخير في هذا الرأي هيدا تقطيع الوقت من دون هيك يعني ما في عنا التصور ما في عنا أفق نحن بدولة ما عندها التصور ما عندها أفق يعني انت حكمة مش راية على وقف طلق نار مش موجود انت هلا مش راية على وقف طلق نار أكيد مش راية على وقف طلق نار إذا الإسرائيلي لا يمكنك أن تقول له لا يمكنك أن تقول له لا يمكنك أن تقول له للإسرائيلة تأتي السلطة السياسية في اللبنان تقول لحزب الله وقف إطلاق النار وما في حزب الله هو منه لحاله يبادر ويقول أنا وقفت إطلاق النار دعونا أحكي قليلا عن قدرات حزب الله بهذه المرحلة من بعد كل شيء تعرض له خلال هذه الحرب وأخر شهر تقريبا كان الأعنف والأصعب على حزب الله بعده حزب الله بنفس القدرات بنفس القوة كل واحد بيخبرك بيقول لك أنه قدرات حزب الله ضعفت أو قدرات حزب الله بعلم كما هي أو قدرات حزب الله قويت أنا برأيي بكم عم يعمل تحليل ما في شيء مبني على معلومات أنا اللي في يقوله أنه تعرض حزب الله لضربات كبيرة بس ولكن حزب الله اليوم بعده يعني مثل ما هو واضح أنه في منظومة عسكرية قائمة وهذه المنظومة العسكرية القائمة بعدها لليوم عم تتحرك ضمن نظام مرتب ضمن نظام مدروس يعني بعدها لليوم إطلاق الصواريخ عم بيصير أوقات وطيرته بترتفع أوقات وطيرته بتنخذ بعدها لليوم أشو اسمه إطلاق المسيارات عم بيصير بعدها لليوم مواجهات على الأرض عم بتصير بعدها لليوم بتطلع البيانات تصلك البيانات أنه حزب الله هاجم هذا الموقع حزب الله ضرب هذه المجموعة. الهيكلية بعدها موجودة والقوة العسكرية بعدها موجودة. لا أستطيع أن أقول إذا هذه القوة بعدها كما هي أو إذا هي تستمر مثلاً لجمعة، جمعتين، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، لا أستطيع أن أقول هذا الكريم. الذي يقوله أنا الذي أرى على الأرض ورى بالميدان أن حزب الله لا يزال يملك القدرات العسكرية. بخيارات إسرائيل أضعف حزب الله؟ إسرائيلي عم يقول أنه أنا سأواصل هذه الحرب سأواصل مهاجمة القواعد العسكرية لحزب الله ووحداته العسكرية وكل ما يملك من مخازن أسلحة وغير مخازن أسلحة. وعم بيقول أنه سيواصل عملية اغتيال القيادات بحزب الله وأنه أنا عم قوم بعمليات برية محدودة. عم نشوف بعض ما يروجه الإعلام الإسرائيلي أنه كيف يعطلوا أنفاء وعم بيلاقوا زخائر وكل هذه الأمور. إلى حديث هلأ هذه هي الخطة التي يعتمدها الإسرائيلي غزارة ميران غزارة غراط عمليات عسكرية محدودة إلى أين توصل؟ ما بعرف التحليلات العسكرية الإسرائيلية بتقول أنه العملية طويلة. يعني قدية طويلة؟ هلأ الكل حذر من هذا الطول؟ بغزة صرى سنة؟ السحاءات الدولية وخاصة الموضوع الانتخابات الأمريكية رئاسية تحديدا هل ممكن يأثر هذا الموضوع على مصير هذه الحرب في المنطقة؟ لكن أنا اللي شايفه أنه بالولايات المتحدة فيه تنافس على تأييد إسرائيل يعني بين المرشحين بين دونالد ترامب وكامالا هارس تنافسه على مين بايد. مين بيدعمه أكتر. مين بيدعمه أكتر ومين يجتذب أصوات اليهود واللوبي اليهودي بالولايات المتحدة. وبالتالي أنه مسألة بيسموها هني حماية إسرائيل هذه مسألة أساسية عنده ولا يمكن أتخلي علىها. اليوم أنا برأيي كل شيء عم يعملوه الأمريكيين اليوم هو المسألة اللي إلا علاقة بإيران. إنه إذا كان هناك من رد عسكري إسرائيلي على إيران على الرد الإيراني ألا يؤدي هذا الرد إلى تدهور كبير في المنطقة. يعني ألا يؤدي إلى حرب شاملة وألا يؤدي إنه كمان إيران تستهدف طول عربية بمنطقة الخليجي. يعني الول ستريت جورنل بتقول مبارح إنه وسط التحذيرات للأردن للإمارات للسعودية وما بعض كمان بعض لأي دولة. إنه إذا إذا بتسمحوا للطائرات أو الصواريخ الإسرائيلية تمروا بأجوائكم نحن بدنا نرد عليكم. وكمان كان في تحذيرات من استهداف منشآت النفطية ومنشآت النووية. هذا اللي عم نشتغلوا عليه اليوم الأمريكان. الأمريكان نشتغلوا إنه ما بدوا يجربوا إنه ما يوسع رقة الحرب وما يزجوا أنفسهم بالحرب. لأنه أي مواجهة شاملة بين إسرائيل وإيران الأمريكي ما فيها ما فيه يعد على جنبه. انتبه أنا بعتقد كمان الإسرائيلي هون يعني عنده مصلحة إنه يوسع الحرب وإنه يعني يجري الوية المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب. يمكن يعد الإسرائيلي إنه هاي الفرصة الوحيدة المتاحة أمامه لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي إنه إذا كانت تطلب منه إنه توسيع الحرب سيفعل المستحيل لتوسيع الحرب. يعني صدر كلام بهذا الإطار أيضاً حتى عن الأمريكيين بس أقل لك. عن مدير الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز بقول أصوى واحد يكفي لإيران لإنتاج كومبولة نووية. برأيك هذا الكلام هو تمهيد لضرب إسرائيلية للمنشآت النووية بإيران؟ يعني عم يكشفوا عم يكشفوا على إيران بهذه الطريقة؟ ممكن ممكن يكون هيدا عملية التحريض يعني. ممكن ممكن. بس ما بعرف إذا إذا مضبوط يعني هذا الكلام إنه بأسبوع واحد تنتج إيران. بالنسبة لإسرائيل وأهداف نتنياهو يعني وهدفه من هذه الحرب. برأيك رح يرشع نسبة لك الكيين الصهيون يقدر يهادين أم هذه الحرب رح يفرض شروطه فيها الإسرائيلي شائه أم أبو. يعني لأوين ممكن يوصلوا شروط وأهداف أهداف الإسرائيلي. لا 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 الإسرائيلي عم بيقول إنه أنا مكمل بالحرب مكمل بالحرب بغزة مكمل بالحرب بلبنين وإذا اضطريت تروح على جباهات أخرى رح رح على جباهات أخرى. ووجه عطول ضربات بسوريا ضربات بيمن ضربات بغير محلية. بس ولكن في أفق عنده لنهاية هذه الحرب لا أنا برأيه ما عنده أفق لنهاية هذه الحرب. بس هو بيقول أنا مستمر بالحرب حتى تحقيق أهدافه. بس هو لما يخطبت وشو هو الأفق طبعه. هو ضرب رأس هذا المحور. عم بيقول أنا بدي أضرب كل الأذرع الإيرانية. وإذا صار لي أضرب إيران بدي أضرب إيران. في إمكانية خلال هيدا الشهر يقوم بهيك أعمال يعني بيظل تفلت لأنه متفلت من كل الضغوط. صحيح صحيح. ما بعض شون مخططات الإسرائيلية أنا بس إنه بس إنه بس إنه واضح إنه عند الإسرائيلي كل شي وارد. يعني ما في حد ما في حرام يضغط عليها. وحتى إذا ضغط عليها ما عم يستجيب إليها. أستاذ بس هام أبو زايد اللافت بهذه الحرب اختلفت كتير أمور عن ما شاهدناه بالألفان وستة. حتى اختلفت كتير أمور عن اللي شاهدناه مع بداية هذه الحرب على غزة. اليوم في سكوت دولة على كل شي عم بيصير بلبنان لبل في مثل ضوء أخضر. يعني وحتى بكل حديث لبايدن يبرر لنتانياهو كل ما يقوم به في لبنان بحجة الدفاع عن أمن إسرائيل والإسرائيليين. هيدا السكوت الدولي مؤشر لشو وكيف ممكن تكون نتائجه بالمرحلة المقبلة. لك خلينا نقول أنه أول شي يعني الدول الأوروبية والتحدي الأمريكية وكندا وغيرهم هن دول داعمة لإسرائيل. هن دول دول يدعمون إسرائيل. خاصة الإدارة الإدارة السياسية في هذه الدول تدعم إسرائيل على الرغم من كل التصريحات اللي بتصيري. حتى ماكرون كلامه الأخير يلي قال أنه ما لازم نعطي سلاح لإسرائيل لتواصل الحرب بغزة. حتى ماكرون وحتى الفرنسيين يدعمون إسرائيل. وطبعا هناك سوقتة فيهم وقت بيصير بين الإسرائيليين وهذه الدول. ولكن بالآخر مصلحة إسرائيل بالنسبة له تتقدم على المصالح الأخرى. مثلا الفرنسيين عندهم مصلحة بلبنان أكيد بيهمهم أن الوضع بلبنان يستقر وأن الوضع بلبنان يصير أفضل. ويحاولون أن يمارسوا ضغوط على الإسرائيليين بهذا الإطار وأن يحكموا على الإسرائيليين بهذا الإطار. ولكن لحديث الآن من دون أي نتيجة. الآن كم يوم الأخيرين يثير نقمة عند بعض الإدارات السياسية بالدول الأوروبية. مسألة اليونيفل، مسألة التعبية التي يصير على جنود اليونيفل. تعرف أن هناك فرنسوية، هناك إسبان، هناك تليين أو من غير شنزيات. ولكن الأوروبيين كثيرا حساسين تجاه هذا الموضوع. وخاصة إذا تم استهداف وحداتهم باليونيفل من قبل إسرائيل، كثيرا حساسين على هذا الموضوع. ولكن هذا الموضوع لا يأخذون إلى مكان أن يصيروا بمكان معادل إسرائيلي. لا، يحدث سوء التفاهم. ولكنهم والأمريكيين يدعمون هذه الدولة، يدعمون هذا الكيان القائم في هذه المنطقة. ولكن حتى في بعض الأوقات كنا نرى احتجاجات شعبية. احتجاجات على الصعيد الشعبي. ليس موجودة اليوم. ليس موجودة على لبنان. لان بتسأل كمان يعني كمان فلسطينيين عن بيحركوا هذا الرأي العام. كان في ارب عم بيحركوا هذا الرأي العام. كان في امريكيين عم بيحركوا هذا الرأي العام. اليوم القضية اللبنانية بيحكي فيها. بعدين يمكن 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 في نظرة شوية غربية تختلف بين النظرة الى حماس والنظرة الى حزب الله يمكن يمكن ما بيش زنفية انا او ما بقول انه ايه هيك عم بيصير بس ولكن كمان على اللبنانين ايه يتحركوا يتحركوا بالخارج على كل الصعود يتحركوا مش انه ولا لا دعم هجها وبس لا يتحرك لوقف الحرب على لبنان يعني فيه تمييز بين حزب الله وفيه تمييز بين ما حصل بغزة وفيه ضوء اخضر لاستكمال كل هذه الحرب على سعيد الرأي العام يبدو انه فيه تمييز وبالادارات السياسية وبالادارات السياسية اكيد فيه تمييز يعني فيه ضوء اخضر لاستكمال هذه الحرب والامريكيين واضحين بهالموضوع انه هنه ما عندهم مشكل انه اسرائيل تضرب حزب الله ممكن فيه تصريحات عندهم بهذا الاطار ممكن هيدا الهدف أو الحجة تؤدي إلى عم نشهد كمان يعني استهداف ومبارح بالأمس يعني محاولة اغتيال وفي إصافة الحجوة وفي إصافة شفنا الضحايا شفنا المكان يلي تم استهداف فيه يعني راح تبرر اليوم هذه إذا بدك الدعوات الخارجية استكمال إسرائيل هذه الحاملة راح تطلع كتير أصوات كمان تقول أنه يجب على الإسرائيليين وقف استهداف المدنيين راح تطلع هايدي الأصوات ولكن يعني نحن يعني كأنه مش عايشين تجارب مع الإسرائيلي ما نحن عايشين تجارب كتير مع الإسرائيلي وتجارب بلبنان وتجارب بفلسطين الإسرائيلي يعني إذا عنده أي هدف بضي يضربه أنا بيقول لك إذا حتى لو كان بمستشفى بيضربه وكان واضح بغزة شو عامل حتى لو كان بمستشفى كل هذه التجارب بس هون نحن كلبنانيين كيف نتعطى مع هيدا الموضوع هيدا الموضوع أصبح عم بيشكل من أول يوم عم بيشكل خطر على اللبنانيين ولكن اليوم أصبح كتير دقيق لأنه ممكن يفتح شاهية نتانياهو على ضرب لبنان كله والمدنيين يعني أنا مابستبعد شي مابستبعد شي يعني مع الإسرائيليين مفيك تستبعد شي انه أنا مابستبعد شي مع الإسرائيليين يعني أنت عب تلاحظ مثلا ريوكي يكون عنده خطة الإسرائيلي لأفراغ كل الجنوب من سكانه كل يوم بيطلعوا بيان هذا الضيعة وهذا الضيعة وهذا الضيعة JAY وكل يوم الصبح يذكروا اللبنانيين هيدا الأطمال الإسرائيلية ما يمكن لكي تحدي Dang هل الخارج أم الداخل اللبناني علي ر��كات المجموعات ببعض التنازل구나 ليس أخيرا الاول منا قصة المنا ل Sauv يا إذا القوة تحل الموظور كان به لكن القوة اليوم يبدو أنها لم يضحل القصة ما بتحلها لهذه القصة القوة لا بتحل القصة ما حلت المشاكل لا حلت المشاكل مع الفلسطينيين لا حلت المشاكل مع المبنانيين هالقوة ما بتحل ولا القوة منا كافية لحل يمكن مش كافية بس انه بعد بتنطر حرب تانية لتصير القوة كافية لحتى ترجع تحل هذا الموضوع فيه قرارات دولية بعض بيقلك ايه والقرارات دولية شو بردت نعمل طب قيشو بنعمل طب شو البديل شو البديل طبا هو شو البديل بتدير في اللبناني في أصوات عم بتطالب حزب الله بوقف التكابر وبتسليم كل القرار السياسي للدولة اللبنانية لازم يكون في دولة يا أستاذ جيمي دولة لازم تكون موجودة لا ما بد يكون في دولة طب أنا كيف كمّل حياتي وكيف كمّل يكون الحياتي بين لبنان إذا ما في دولة وإذا ما في جمهورية مسؤولية مين ما في دولة مسؤولية الأطراف السياسية اللبنانية هي مسؤوليتهم مجتمعين مجتمعين ما فيك اليوم يخيه هيا فالسر لهذه الحكومات اللي كانت تتشكل حكومة التوافق وحدة وطنية خيه كيف هاي طب كيف حكومة وحدة وطنية فالسر له كيف حكومة وحدة وطنية انه منفوط حكومة الوحدة وطنية من علاق بعضنا بتتعطل نجي بنعمل انتخابات رئاسية ما بنعمل نجي بنعمل شو بدنا نعمل ما بنعمل طب شو اي اي واحدة وطنية استاذ بسم ابو زيد بس تقدر اخد موقف بهذا الموضوع تحديدا لو وقف هيدا الاجرام اللي عم بيصير لو يعني بدي بدي شلحه الحجة شو اللي ممكن يصير بالداخل اللبناني لازم بتشليح الاسرائيل الحجة بيقصف لازم بالداخل اللبناني يتم تسليم الجيش اللبناني امن الجنوب كاملا متكاملا 1701 وما يكون هناك اي قوة مسلحة اخرى موجودة في الجنوب غير الجيش اللبناني هذا الحل الوحيد وبالمقابل ان توقف اسرائيل كل الخروقات البرية والبحرية والجوية وان يتم حل كل الخلافات القائمة على الحدود الحدود مرسمة بموجب اتفاقية الهدنة اتفاقية الهدنة واضحة واكتر عم بيطالبوا بالعودة الى اتفاقية الهدنة وانا مش ضد بالعكس خليني نجع اتفاقية الهدنة الكل عم بيطالبوا بهذا الموضوع فاذا هذا هو الحل الوحيد وليس هناك من حل اخر اذا طبقنا 1701 بهذه الطريقة شو بعد له طعم السلاح بالداخل اللبناني ساعتها هيدا هيدا ساعتها بصير نقاش داخلي في هذا الموضوع ويتقرر مصير هذا السلاح بس انه انت بالاول بدك تأمن استقرار وهدوء بالبلد وهذا الاستقرار والهدوء في البلد لن يأتس الا من البواب الجنوبية فيه اصوات عم بتقلك لا انا اليوم عدم الحديث بهذا الموضوع عدم تطرق لكل الموضيع السيسي وخاصة 1550 وحتى المطالبة فيه اليوم هيدا مش متيحة بأيام السلم يعني فيه فيه افريقا عم بقوله هلأ بدنا 1550 بظل كل يلي عم نحن عم نمرأ فيه هل برأيك اليوم 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 يعني انك تقول انه انا هلأ بدي طبق بهذه اللحظة وبهذه العجلة بهذه اللحظة وبهذه العجلة خلينا نكون منطقيين ما رح يتطبق بس انت بدك تقول انا بدي طبق كل القرارات الدولية التي لها علاقة بلبنان طيب موضوع النسحين وكيف تم هذا النزوح بالشكل وبالمطمون يعني هيدا هيدا اكبر مأساة عم بيعشوها اللبنانيين اليوم مأساة كتير كبيرة يعني احنا انت عندك مليون ومئتين ألف نازح لبناني هالمئتين ومليون ألف نازح لبناني تركوا الجنوب تركوا الضحية الجنوبية تركوا الابقاع تركوا غير مناطق وراحوا على مناطق لبنانية أخرى هو الشيء بدك تأمل لهم الايواء وما بعرف قداش تأمن هذا الايواء الناس قدرت تأمنت لحالة وناس راح تقعرف بالمدارس أو بمراكز ايواء بدك تأمل لهم الطبابة بدك تأمل لهم التغذية بدك تشوف وضعهم الاجتماعي وضعهم المعيشة هي هيدا كان عنده مصلحة أو اتدمرت أو سكرها هيدا كان موظف فل من وظيفته يعني بطل عنده معاه شقبه دو آخر الشهر لم يجب له مصاري شو عنده مدخرات قبل كانت العالم عنده مدخرات بنبنوك تروع على البنك تسحب يقل له يعطيك تسحب ما معك يدينك البنك اليوم البنك لا فيه يعطيك مصاري ولا فيه دينك يعني من مصرياتك ما فيه يعطيك ولا فيه دينك المشكلة كتير كبيرة كتير خير وبعض الدول عم يجيبون لنا مساعدات كتيرة بس ولكن ما فيه آلية واضحة ما فيه تنظيم واضح للاهتمام بهذا الموضوع خاصة إذا طالت الحرب وطورت الحرب المشكلة رح تتفاقم ورح تزيد أكتر وأكتر نحنا جايين على فصل شتي فصل شتي أنت بتحتاج لتدفئة أنت بتحتاج للمراكز تكون مجهزة لمواجهة فصل الشتي يمكن شو معرفني الأمراض بتزيد بالشتي طب كل هيدا الأمور ما أعرف يا نحنا منفوت بشغلة وما مكون حزب الحساب مسؤولية مين مسؤولية 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 يعني اللي أخذ القرار بالحرب ومسؤولية كمان أنه الدولة غايبة ووجدت حالة أمام أمر واقع عم تحاول تعمل يلي لازم تعمله هلأ نجحت ببعض المحلات فشتت بمحلات أخرى وبعدين أنه كمان هذه الدولة كمان نحن بنا تجيب مدخية الدولة كمان لحتى كمان تحل هيدا الموضوع يعني المشكلة كتير كبيرة أنت دخلت بحرب بزمن ما عندك مقومات لا تخليك أنك تواجه المشاكل يلي بدأت تنتج عن هذه الحرب كتير مهم وهوني لازم واجهة تحية مثلا للقطاع الاستشفائي بلبنان يلي عن جد بيّن أنه هو قطاع مستعد وأنه هو بالرغم من كل الضربات يلي رحيت فيه من زمن الانهيار المالي لزمن الكورونا لليوم بيّن أنه لأ عنده القدرة على مواجهة هكذا كوارس عم تحصل بلبنان وبالتالي هيدا القطاع بيّن أنه هو قطاع أوي وأنه بيقدر يواجه الحرب يلي نحن فيها بس ولكن طب هلا القطاع الصناعي عم ينضرب الزراعة عم تنضرب السياحة انضربت قطاعات الخدمات كلنا انضربت الشركات بعض بنا بلاش يعطي نص راتب أو يعطي إجازات مفتوحة أو يصرف أو يصرف عم يد طب هاو شو بيعملوا طب كيّن بيعيش تطيب هيدي المشاكل كلّة اللي حلها بدك تواصل مع الخارج بدك جيب حل عم بجيبوهم عم يتواصلوا مع الخارج بدك لأكيد مع مشكلة ثقة بالمسؤولين الانحنا عنيها في لبنان اكيدش في مشكلة ثقة بالمسؤولين لينا هنا و가는 замет والدول كلنا عندها تجارب غير مشجّعة مع المسؤولين اللي موجودين في لبنان يعني بعطيك مثل يعني بعطيك مثل انه نحن من باريقان لباريتروال لسيدر للاتفاق مع صندوق النقد لليوم ونحن بنوعد لعانا بنعمل إصلاحات وعلى هالأساس لعانا بيج بيعطينا مصاري ويج بيساعدنا طلعنا بالأهر الكذابين ما بنعمل شيء يعني انت خاب رئيس الجمهورية جديد بهذه المرحلة مين شو بدي أعمل بدك تنتخي برئيس الجمهورية بك جيب معه حكومة هل بكرة بس ننتخي برئيس الجمهورية ونجيب حكومة نرجع بنعلق من بدو وزارة المال من بدو وزارة الطاقة ومن بدو يجيب وزير ومن بدو يجيب هذا ولا بدنا نفكر انه نحن بنطلع بلدنا بالكاس اللي نحن فيها بس كمان هيد التعرق اللي كان عم بيسير للأسف لفترة 15 سنة او اكتر شوية كان هيدا التعرقل عم يجيب من فريق واحد معقول لا هيدا فريق اليوم مش لازم يتحمل مسؤولية كل هيدا اكيد 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 هيدا السؤال عم بيسألو انا انه اليوم بنجيب ننتخي برئيس الجمهورية بنرجع مفوط على ذات القصة انه بنرجع من عرقل عن جديد ومنعمل مشاكل سياسية داخلية عن جديد ولا بدنا نقول لا يا خيه خرب البلد خلو نشوف كيف نطلع من هالخراب اللي نحن فيه شو بلد خرب علي وعليك ما خرب على الكل وشو اللي بيمنع هيدا الفريق ما بعرف انا ما بعرف لليوم ما بعرف لليوم انه في ناس بعد كل اللي صار مصرين انه يكملوا بالسياسية اللي هن كانوا موجودين فيها هيدون الناس بيكون ارارهم عندهم ولا مش عندهم لا في ارار اكيد مش عندهم يعني فيه اكيد ارار مش عندهم يعني فيه تأثيرات خارجية اكيد فيه تأثيرات خارجية يعني بس انا عم قوله بخيه لو فيه تأثير خارجي بخيه فيه هيك يعني صورة انه انت بحالة انتظار راح تخيه عند ناس جاي لعندهم بدك بدك تنطر طب بدك تنطر قاعدك بالسالون وبينترك بالسالون ومحال فيه هيى اي سي بقدملك قهوة وبيقدملك ما TP ما اي بتشرب مطهوة لا يكونوا وصلوا هاودي الجماعة وبتقعب بالمكان الى اiãoد tes الاخوى الاخوة وانتو ايهم توفوق علي تم قوز بدكي اي Leb Card يتبضع الدرج خلي انكم ما يقولون لمش أيهاية طابقة بدكت ارنجونا عدنا عدال درج لأنه بعد ما أدروا من الروح خليني يقعد خليني يكون بلدي مرتاح خليني يكون مستقر خليني يكون مزدهر خليني يكون عنده قابلية عند الناس تستثمر بهذا البلد تيجي تعمل مشاريع بهذا البلد بس هذا كله اللي حضرتك عمدت تتفضل فيه اليوم راح إذا بدك يضعف من يعني طموح فريق معين سياسي بالبلد ومن أهدافه ومن حججه خلص خليناك بالحرب برأيك بعد الحرب راح يكون في مساءلة عندك خيار عندك خيار متنين يا بتضل بهذا الوضع اللي نحن فيه حاليا وإذا صار في وقف طلق النار بترجع للوضع اللي كنا فيه قبل يا أما هذا الوضع اللي نحن فيه حاليا بيكون فرصة عند اللبنانيين جميعا لحتى يراجعوا ضمائرهم ولحتى ياخدوا قرارات جريئة اليوم أهم قرار وأجرأ قرار وأشجع قرار اليوم هو قرار وقف الحرب ما في قرار آخر أشجع منه هذا اللي بياخد هذا القرار بيكون عمل أكبر مصلحة للشعب اللبناني بكل فئاته هل مع الوقت هيدا الميزان بين أن نضل بين لبنان القديم ونروح إلى لبنان الجديد ممكن ينحسم خارجيا وليس داخليا؟ ممكن بالخارج يساهم بحسم هذا القرار بس كمان بدك أنت بالداخل اللبناني يوم إذا رحنا على حرب متمع بيهولوا الإسرائيلية أكبر من يلي نحن اليوم فيها لا إذا رحنا على حرب أكبر مفيك تعمل شيء أنت بالآخر مفيك تعمل شيء بس أنا عم أقول إذا الأمور بقيت هاك وإذا ما تطورت الحرب إلى حرب شاملة وويسعى بالمنطقة أنا كالبناني بدي أخد قرار جريء بدي أخد قرار شجاع قول أنا ما بدي الحرب وأنا بدي وقف الحرب صرنا سنة عم أقوله هذا القرار يلي لازم يتاخذ إذا ما أخدت هاي القرار بدك تتحمل كل العوائب يلي ممكن تصبح يعني فيه مساءلة برأيك ما بعد هذه الحرب؟ لازم يكون فيه مساءلة بعد هذه الحرب هذا اللي لازم يصير يخي العدو بيعمل حرب هو بالحرب يسأله وبعد الحرب بيروح بيعمل مساءلة طويلة عريضة واللي بيلاقي أنه ارتكب أخطاء أو فشل بالنسبة لقله بيروح بيكبه بحطه بالبيت أو بيروح بيحاكمه طب نحن حدا سأل حدا وين وين نحن عملنا مساءلة بشي لا بالسياسة ولا بالحرب ولا بالاقتصاد ولا بشي السيز بسام أبو زاد بدي انتقل ملف آخر أنا وياك وأستفيد من وجودك معي بهذه الحلقة اليوم موضوع التخوين يعني رجع بطريقة كثير كبيرة هذا الموضوع وأصبح اليوم التخوين عم بيطال مؤسسات إعلامية مواقع إلكترونية إخبارية في موضوع المجلس طبع الإعلام أيضا كمان يعني طلع بتهديد للمواقع الإلكترونية إنه بدون ينتبهوا للعبارات اللي عم استعملوها اليوم كيف بتوصف الوضع الإعلامي بالبلد وشو بدوا يعني هذا مش جديد يعني نحن عم نحكي اليوم عن التخوين واتهام ناس بالعمالة وتحليل دم ناس وكل هيدا الأمور هيدا بلهم شي جديد يعني �andam هذا موجود منذ سنوات وسنوات 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 يعني هيدا النغمة هي ذاتها موجودة أوكات إذا قلت صباح الخير بيطلع مين يسبك ومين يشتمك بس هنا في تخوين بالعمالة عطول موجود لشو ما كان موجود عبل الحرب ما كان موجود عبل الحرب ما كنت اليوم إذا إنت إذا إلت أنا إذا إلت أنا بدي بس بلبنان استطاع الجيش اللبنان يقولوه لك خين كنت إذا إلت أنا ولكن اليوم بسبب الحد الموجودة بسبب التوتر الموجود حدة الكلام ترتفع أكتر وأكتر التوتر يؤدي إلى رفع مستوى هذا التهديد ويؤدي إلى رفع مستوى هذه الاتهامات ولكن هذا أمر مرفوض وزير الإعلام يقول لن نسكت عن أي خبر يورط البلد في فتنة وسنتخذ الإجراءات اللازمة عند الاكتداف هل الوزير الإعلام يحكي عن الأخبار التي تورط البلد في فتنة ما هي أخبار؟ يعني اليوم أنا بشوي أخبار ما اليوم الإعلام اللازمة ما عنده مادة عم يقول للمادة مادة؟ خليه لك خليه لك اليوم إذا في خبر مفبرك بيكون هنا بورط البلد بفتنة بس إذا في خبر صحيح النشوء أنا أتطنش عليها يعني المشاكل اللي عم بتصير اليوم بين الناس حين ما بقوله؟ تتفضل الدولة تعالجها تتفضل الدولة تعالجها على السوشيال ميديا ناس وقفين على الطرقات عم بيصوروا المشكلة إذا أنت قالت فيه زهور مسلح بتكون عم تكشف لبنان؟ بخلق إذا شفته بدي أقول عنه إذا شفته بدي أقول عنه طب ما كمان في مسئولية عالي إذا بدي أشفت أنا 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 إذا شفت مسلحين بمنطقة يعني مش لازم يكون هؤلاء مسلحين موجودين فيها يعني إذا أنا شفت مسلح بيشو بعرفين وين بمسجد أو إذا شفت مسلح بكنيسة أو إذا شفت مسلح بين مدرسة لازم يكون موجود هون إذا شفته إذا شفته إذا شفته بحكي عنه أبروح ببلغ لأجهزة الأمنية بس إذا أنا ما شفت هيك شي واستنبطت خبر ساعتها إيه حق وزير الإعلام يقول هذا الكريم إنه أنا مبدأ أخبار تبلغ تورط البلد بفتنة هلأ تبه كمان إنه ببعض المحلات يعني لازم الواحد كمان يعني ما هو المشكل لك راح عطي المثال زميلة النوال برية كايت عم تنقل الأحداث اللي عم بتصير بالضاحية شفت قدامها عملية تفجير كتير كبيرة وفي قصص عم تطلع صارت هي محتارة كيف تتسميها يعني خوفها من إنه تططم بوضحة صار الموضوع هون إنه كمان يعني صار أنا كصحافة يعني بعمل مثل ما بقولوا هادي الأوتا سانسير يا خييي بقول واحد بالآخر رقاب الزاتية أنا من مضطر يعني لا أكل مثبات ولا أكل بتعمل رقاب الزاتية بتعمل رقاب الزاتية ولا أتخون ولا مدري شو طيب المجلس بحقلهم من بعد هادي التهديد إنه يلاحق المواع ما بحقله لا ما بحقله إلا يا خييي إذا في موقع إلكتروني يسحب علمو الخبر وشو إذا سحب العمو الخبر شو هايدا رخصة إنه أنا اليوم بطلع موقع إلكتروني من أبروس بروح بطلع موقع إلكتروني شو بقدر عمل معي المشكل مش هون مشكل إذا اليوم في إذا في ناس عم بتبث أخبار غلط مش صحيحة إنت بحقل لك تلاحق هذا هو المعيار هذا هو المعيار بحقل لك خبر خطأ خبر خاطئ وإذا في ناس عم بتمارس التحريض كمان بحقل لك يعني أنا ما في أطلع كأعلامة حرد على فئة من اللبنانيين وقول هادي عملوا هاك 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 هادي عملوا هاك 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 وفوت العالم بعضها أنا مش شغلتي هايدا لا أنا شغلتي وصف الواقع ونشو فيه ونشو فيه على الأرض وصف الوضع السياسي احكي شو عم بصير بس مش شغلتي حرد اللبنانيين على المعنى بالعكس أنا بدي جرب أدبع فيه قرر باللبنانيين من بعضه شكرا لك رئيس ندي الصحافة العليمي باسم أبو زيد شكرا لك وأهلا وسهلا شكرا شكرا أستاذ جيمي أهلا وسهلا مشاهدين ومستمعيننا الشكر الأكبر لكم على حسن المتابعة ونلتقى نحن ويكون الأسبوع المقبل إذا أردنا